موسيقى 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 إنه قد اشعر ببعض موسيقى يعني بحالة قلتي شي حاجة تعلق بيها بزاف لدرجة انه ولا مدمن عليها اللي هو بالنسبة لي كان مدمن على الافلام so he was hooked by movies ok delighted بيبعنا بمنتهى ولا في منتهى السرور stroll بيبعنا تعجول يعني عندنا ايضا في ذاكة البارغافة شكنت كتهدار لشوبين انها actually likes to stroll the shops يعني كاتمشي كاتتجول كالدور حتى تشوفوا هو المزيان so leisure بمعنى متعة كاتلاحظوا ان leisure entertainment, fun, pleasure كلهم هما دي سنونيم يعني عندنا متعة, تسليا, مرح amusement بمعنى تسليا hobbies, هوايات free time, وقت فراء recreation هو السراحة museum هو متحف novels, روايات scenery وحت منظر طبيعي audience, جمهور make up تجميل مهم ودوات تجميل conductor بمعنى قائد يعني بحال مثلا بحال مثلا شي قائد ديل شي فرقة موسيقية etc costume هو دوك اللباس اللي كيلبسوه الممثلين باش يجسدوا واحد شخصية معينة playwright بمعنى كاتب مصرحي كيكتب مصرحيات composed اللفاق قالها واحد حفل screen هي الشاشة uploaded بمعنى صفقة poet شاعر stage او لا podium بمعنى مناصة نشوف الفنكشن اللي عندنا في هالدرس هو expressing interest and expressing indifference expressing interest يعني فاش كتكون شي حاجة تقالت او لا شي حاجة اللي تارت الانتباه جالك كينين عبارات كن نعبره بهم على انني انا انت غسيب هاد الحاجة او لا لا so هادو انتعت expressing interest هما how interesting wow that sounds exciting super how great بالنسبة expressing indifference هادنا so what ومن بعد I don't care ممهتمش why tell me علش كتقول لي هاد شي why should I care علش خصني نهتم من بعد الgrammar اللي عندنا عندنا the past continues the past continues the use ديالو عند جوج ديال الاستعمالات the first one when one action ولا an action that was happening in the past and was interrupted by another action in the past يعني دائما كان هدو على احداث في الماضي اني بنبعدو كل البعد للحاضر والمستقبل كل شي واقع in the past so كي قلنا انه الاستخدام اللي اول ديالو وفاش كتكون عندي واحد الحادث an action was happening in the past كان كي يقع مستمر يعني هو كان كي يقع and was interrupted by another action وجاءت واحد الحادث او لواحد الفعل اخر قطع لي هدك الفعل او للحدث الاول اللي كان كي يقع هدك الحادث الاول اللي كان كي يقع كيتصرف في past continues وهدك الحادث اللي يجا وقطعه كيتصرف simple past الاستعمال الثاني هو فاش كيكونوا two actions that were happening in the past at the same time جوج ديال احداث كانوا كي يوقعوا في نفس الوقت في past هنا فاش كيكون ديال استخدام دوك الاحادث بجوجهم كيكونوا في past continues نشوفوا الفورم في affirmative affirmative form هو كالتالي was او word plus verb in the ing form اذا الverb كنضيفو ing في الاخر اذا السؤال كيتطرح هنا هو امتى كنستخدم was وامتى كنستخدم were اذا هنا كنستخدم was مع i he she it يعني المفرد فاش كيكون عندي مفرد وكنستخدم ايضا were فاش كيكون عندي you we و they نشوفوا دبا negative form كيف كنتستخدمه كنديروا wasn't او weren't plus verb in the ing form او ثاني هنا wasn't و weren't wasn't كتستخدم مع i he she it و weren't كتستخدم مع you we و they دبا نشوفوا interrogative was or were plus the subject plus the verb in the ing form هنا the was or were هو اللي يسبق عاد كتبع لي السجن تاع الجملة عاد the verb in the ing form وهنا ما شرت انه was or were راه هو the verb to be in the simple past يعني لما استخدم هذك الverb to be وبالضبط بالضبط simple past لك شعرش انا ما كتبش لكم the verb to be التنز الصحيح يعني في past لانه عندي the past continues محلة لديك the past هو ذك الverb to be صرفنا simple past عاد ذك continues هو الاستمرارية كتوضح لديك ing form اوكي مفهم بالنسبة الwas were مهم عشر لهم i he she it كنت خدم was you we they كنت خدم were داب اندوز باش نشوف رايتن ديالنا بو رايتن ديالنا هو واحد الفيلم review الفيلم اللي بغينا نهضر عليه في paragraph ديالنا خاص يكون فيه هاد شي او لا على الاقل يكون فيه الاغلبية ديال هاد شي واهم حاجة هو title of the film لديك ديال الفيلم خاص ضروري يكون لديك تحط لكم تحاني ماشي بالضرور انكم مديره ولكن الاحسن لانتش حال فيه من دقيقة main actors شكونا هم الممثلين الرئيسيين ديال هاد الفيلم لستوار ديال واشن هو بطبع تحلي استوار كتعطي لديك شي اللي مهم فقط ما ندخلوش لديطائر لجي تدخل لديطائر ستكتب سناريا الفيلم وصفي so special effects ما اشن هم the effects اللي كانوا special في ذاك الفيلم and what do you like about it اشن عجبك وولا علاش عجبك هدك الفيلم بالضبط مثلا تقدروا تقول عجبني لانه مثلا لتعم ديال وانه كيوصل لواحد a message ولا comedy make me laugh ولا على حسب الفيلم اللي انت او اللي انت اختاريتي اذا هذا هو الاخرن تاع هذا الفيديو هذا اللي درنا فيه المراجعة الشاملة كانتمنى انكم تكونوا شوية تفكرتوا ذاك شي اللي قرأتوا في القاسم وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على لايك وإلى كنتو جداد في القناة كيف دايما تنقول لكم ما تنسوش الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش وصلكم الفيديوهات جداد ان شاء الله كيف العادة شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر